يكون السير على رماد الحرائق أخف حدة من مواجهة نارها هكذا تبدو صورة التحركات الأمريكية الجديدة بالنسبة لعلاقاتها مع نظيراتها من الدول الكبرى وسعيها لحل الأزمات في المنطقة أهم القضايا المتمثلة بمكافحة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا تمثل التحدي الأكبر للإدارة الأمريكية رغم توتر العلاقات مع الدول المعنية بالحل كروسيا وإيران بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع القانون الذي يوسع العقوبات المفروضة على روسيا وإيران تعود المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي للبحث عن بارقة أمل في التعاون البناء خلال لقاء وزير الخارجية ريكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في مانيلا الخلاف هنا لا يفسد للتعاون في القضايا الدولية الرئيسية قضية والدلائل تتجلى في إعلان الاتفاق الأمريكي الروسي إنشاء مناطق تخفيف توتر في سوريا بالطبع لم يكن تغيير النهج الأمريكي طواعيا بالنسبة لإيجاد حلول توافقية لو لا المعادلات الميدانية الكبيرة التي يسجلها الجيش العربي السوري والحلفاء ضد الإرهاب العمل على إيجاد صياغ توافقية للحل لا تنفصل في مضمونها عن طاولة اجتماع جينيف وأستنى وأيضا بمشاركة الدول الضامنة الحضور الروسي البارز مؤخرا لنائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين في طهران بمشاركة سورية يترجم سعيا لتعزيز التنسيق والتعاون خاصة بعد فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وروسيا قانون أمريكي جديد تسعى من خلاله الولايات المتحدة واهمة إلى خلخلة التوازنات الدولية لكن وللمفارقة فأن ترامب سرعان ما تراجع عن ذلك محملا الكونغرس المسؤولية عن فرض تلك العقوبات